بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدارج السالكين في منازل السائرين تعليف الإمام أبي عبد الله محمد بن عبيبك من عيور بن قيمة الجوزية رحمه الله الصمت الثالث الذين دعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس استعدادها لفائد العلوم عليها وخروج قواها عن قوة النفوس السبعية ونعم يعني أن تكون نفوسهم ليست كنفوس السباع هذا هو المقصود بها السبعية يعني نفوس السباع نعيد من البداية فضلتك الصمت الثالث الذين دعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفائد العلوم وخروج قواها عن قوة النفوس السبعية والبهيمية فلو عطلت عن العبادات لكانت من جنس بفوس السباع والبهائل فالعبادات تخرجها عن مألوفها وهوائلها وتنقلها إلى مشابهة العقول المجردة وتصير عالمة قابلة لتقاش صور العلوم والمعارف فيها وهذا تقوله طائفتان أحدهما من تقرب إلى النبوآت والشرايا من الفلاثفة القائلين بالقدم العالم وهدم انشقاق الأفلاق وهدم الفاعل المختلف والطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام متقرب من تفلسفة؟ من تفلسفة من صوفية الإسلام متقرب إلى الفلاسفة فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لإستعداد النفوس وتجددها ومفارقتها العالم الحسي ونزول الواردات والمعارف عليها ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادات إلا لهذا المعنى فهذا حصل لها فإذا حصل لها بقي مخيراً في حفز أو راده في حفز أو راده أو راده ومنهم من يوجب القيام بالأوراد والوظائف وعدم الإخلال بها وهم صنفان أيضاً أحدهم يوجبونه حفظاً للقانون وضبطاً للناموس والآخرون يوجبونه حفظاً للورود للوارد وخوفاً من تدرج النفس من فارقته إلى حالتها الأولى من المعينية فهذه نهاية أقدام المتكلمين على طريق السلوك وغاية معارفهم لحكم العبادة وما شرعت لأجله ولا تكاد تجدوا في كتب القوم غير هذه الطرق فلاسة على سبيل الجمع أو على سبيل البدر فصل وأما الصنف الوطرابع وهم المحمدية الإبراهيمية أدباع الخليلين العارفون لله وحكمته في أمره وشرعه وخلقه وأهل البطائر في عبادته ومراده هذه القواعد الثلاثة محبوبون عنهم بما عندهم من الشبه الباطلة والقواعد الفاسدة وما عندهم من وراء ذلك شيء قد فرحوا بما عندهم من المحال وقنعوا بما ألفوه من الخيال ألفوه من الخيال فلو علموا أن وراءه ما هو أجل منه وأعظم فما أرتضوا بدونه فلكن عقولهم قصرت عنه ولم يهتدوا إليه بنور النبوة ولم نشعروا به ليشتهدوا في طلبه ورأوا أن ما معهم خير من الجهل ورأوا تناقض ما مع غيرهم وفساده فتركب من هذه الأمور إثار ما عندهم على ما سواه وهذه بلية الطوائف والمعافى من عافاه الله تعالى فعلم أن السر العبودية وغايتها وحكمتها إنما يطلع نعيد فعلم أن السر العبودية وغايته وغايتها أيها وحكمتها إنما يطلع عليه من عرف صفات الرب صفات الرب تعالى ولم يعطلها وعرف معنى الألوحية وحقيقتها ومعنى كونه إلها بل هو الإله الحق وكل إله سواه باطل والأبطل الباطل وأن حقيقة الإلهية لا تنبغي إلا له وأن العبادة موجب إلهيته وعرفها ومقتضاها وارتباطها بها كارتباط متعلق متعلق الصفات الصفات كارتباط المعلوم نعيد نعيد هذه الجملة الأخيرة وأن حقيقة العبادة موجب إلهيته وأن العبادة موجب إلهيته نعم ومقتضاها ارتباط هذه بها كارتباط المتعلق استفاد الصفات ارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة والأصوات بالسم والإحسان بالرحمة والعطاء بالجول ومن أنكر حقيقة الإلهية ولم يعرفها كيف يستقيم له معرفة حكمة العبادات وغايتها ومقصدها وما شرعت عندكم بالمفرد وغايتها ولا وغايتها 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 ومقصدها وما شرعت ومقصدها وكيف يستقيم له العلم بأنها هي الغاية المقصودة بالخلق فلها خلق ولها أرسلة البصل وأنزلة الكتب ولعجلها خلقت الجنة والنار وإن فرض وإن فرض تعطيل الخليقة وأن فرض تعطيل الخليقة عنها نسبة نسبة الله إلى ما لا يليق به نسبة الله ولا نسبة لله نسبة الله طيب بعض النسخ يقولونها بالإضافة نسبة الله إلى ما لا يقوم صحيح كلها صحيح تعالى عنه من خلق السماوات والأرض بالحق ولم يخلقوا ما باطلة ولم يخلق الإنسان عبساً ولم يتوقوا صدى مهبلة قال تعالى أفعصبتم أنما خلقناكم عبساً أي لغير شيء ولا حكمة ولا لعباداتكم ولا لعباداتكم لي ومجازاتي لكم وقد صرح تعالى بهذا في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالعبادة هي الغاية التي خلقنا على الجن والإنس والخلائق والخلائق كلها والخلائق كلها والخلائق كلها نعيد من قوله فالعبادة هي العبادة هي الغاية التي خلق لها الجن خلق لها الجن والإنس نعم نعم قال تعالى يحسب الإنسان وأن يترك السدى أي مهملا قال الشاكة يقضي الله عنه ورحمه لا يؤمر ولا ينهى وخال غيبه لا يثاب ولا يعاقب الصحيح الأمران فإن التواب والعقاب متغتب على الأمر والنهي الأمر والنهي هو طلب العبادة ويرادة طلب العبادة ويرادتها ويرادتها وحقيقة العبادة انتثالها قال تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت حعدة باطلة وقال ما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما ما إذا خلق الله فإذا كانت السماوات والأرض ما بينهما خلقت لهذا وهو غاية الخلق فكيف يقال إنه لا علة لا علة التلقب ولا حكمة مقصودة هي غايته أو أن ذلك لمجرد استعجار الغمال حتى لا يتكذر عليهم التواب منه أو لمجرد استعداد من أسل المعارف العقلية وارطياضها لمخالفة العوائل فليتعامل اللبيب الفرقان الفرقان بين حالي الأقوال وبينما ذل عليه صريح الوحي يجد أصحاب هذه الأقوال ما قدر الله حق قره ولا عرفوه حق معرفته والله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة بكمال محبته مع القدوة له والإنقياد لأمره وأصل العبادة محبة الله بل إفراده بالمحبة وأن يكون الحب كله لله فلا يحب معه سواء وإنما يحب ما يحبه بأجله وفيه كما يحب أنبياءه ورسله ورسوله وملائكته وأولياءه ومحبتنا لهم من تمام محبته وليس محبة معه كمحبة كمحبة من يتخذ من دون الله عن دادة يحبهم كحبه وإن كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها فهي لا إنما تتحقق اتباع عمره وشناب نهيه عند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة لهذا جعل سبحانه اتباع رسوله رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها علما كل علما نعيد الجملة الأخيرة لهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها أيها علما عليها وشاهدا لمن دعاها وقال تعالى كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحبكم الله فجعل اتباع رسوله مشروطا لمحبته لله وشرطا لمحبة الله له طيب علي صلى الله عليه وسلم تعذنوا لي الوالد الآن في المستشفى وستجر لها عملية واتصلوا بيها فلابد أننا استأذنكم ولا تنسوا في دعاكم والله أرضى عليكم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم إن شاء الله آمين سامحونا كثيرا الله أرضى عليكم صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم أزاكم الله خير السلام